السلام عليكم و الحمد و بركاته اخواني اخواتي في الله كنتم من تكونوا كاملين بخير على خير في احسن الاحوال محبوبكم من جديد في هذا الفيديو اللي كنتم من يلقاكم بصحة وعافية و احوال تمام بطبيعة الحال مع اخر الاخبار و اخر مستجدات من اهم الاخبار اللي هنطبق لها اليوم اخواني اخواتي هو ان الملك ديرنا العظيم جلالة الملك محمد السادس نصره الله شنودر مع تونس اما الموضوع الثاني وهو سانتشيز في مأسي القيابير اما الموضوع او المحور الثالث هو الاعتراض مغربية الصحراء مقابل سبت عمليليا قبل ما ندخلوا تفاصيل قلات الموضوع او هاد المواضيع كنتم منكم انكم تلايكوا و تبرتجوا قدر المستطاع باش تعمل فائدة و كذلك باش تكون الاستمراريا و اللي اول مرة شاف هاد القناة و بطبيعة الحال عجبوا المحتوى دينا هذه القناة ما يبخل شعرين بالاشتراك ويفعل الجرس بجدي ما يتوصل بالجديد و كذلك منتساج المتتبعين الاوفياء اللي دائما كيدعموني سواء باللايكات سواء بالتشجيع سواء بالدعم دي لهم اللي جزيهم بالخير و الضيوف جداد مرحبا و الف مرحبا على بركة الله غدي ندخلوا صورة بالموضوع الملك محمد السادس نصره الله يأمر بإرسال مساعدات طبية عاجلة الى تونس اعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية لإرسال مساعدات طبية عاجلة الى تونس بعد تظهر الوضع الوبائي في هذا البلد بسبب زيادة في عدد من الإصابات و الوفيات جراء كوفيد-19 بشكل مقلق اخواني اخواتي هذا هو المغرب دي لنا هذا هو الملك دي لنا الملك دي لنا الكريم الملك دي لنا العظيم اخواني اخواتي هاتشي علاش دول اخرى كيحسدونا هاتشي علاش دول جارة الحقودة كتحسد المغاربة و كتحسدنا على الملك دي لنا العظيم على بركة الله اخواني اخواتي غد انتقلوا الموضوع الثاني وهو سانتشيز في مأزق كبير و امام القضاء خبر عاجل والإعلام الإسباني يعني ما عندوش موضوع من غير هذا الخبر وكذلك يعني المجلات والصحف ويعني التلفزيون وجميع المواقع عندهم غير هذا الخبر وهو أن المحكمة الدستورية كتعلن بأن بيدرو سانتشيس رئيس الحكومة الإسباني في مأزق كبير بحكمة أن الأحزاب السياسية شكو به يعني الحزب المتطرف اليميني شكو به أو يعني قدد قدموا به دعوة قضائية وفهمة ربحوا لي. قوموا معي يا إخواني أخواتي قدنا نعرفوا علش هاد الدعوة أو علش هاد الشيكاية اللي دار الحزب المتطرف اليميني برئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانتشيس رئيس الحكومة الإسباني عليه واحد ضغط كبير يعني ورفف واحد المشكل كبير بحكمة يعني في هذا الوباء ولا فهدي يعني في هذا الأزمة ديال الكوفيد 19 يعني كان دار واحد الحجر صحي أو واحد الحجر يعني ديال الناس ومنعهم الخروج من المال ومنعهم يعني يعني ديروا أبسط الأشياء يعني اللي غدا يخرج إما يمشي تقدة أو يعني يمشي للمستشفى يعني يمنعهم بالخروج نهائيا إلى الشارع وهذا الشيء ماشي قانوني وممنوع وكذلك يعني كي طالبوا هاد الأحزاب السياسية كي طالبوا بالمعاقبة ديالها بيدرو سانتشيس نظراً يعني اللي يعني اللي تعامل بيه بيدرو سانتشيس في كورونا أو في كوفيد 19 وكذلك يعني كان بزيف ديال الناس بحكم أنهم يعني كانوا في الحجر الصحي منعهم انهم يخرجوا في المنازل ديالهم يعني يعني يقودوا في المنازل ديالهم وعند работهم يعني عندهم يعني يمنعهم يعني يتقدون أو ينغرون المستشفى تهديد inici liberalب dry السريكه ليprotبع دعوة سانتشيس ويقلب له هاد الشيء الآهاد ما ش Cannonlywy وماشي دستوري يعني نزمية نااس كانوا يشدون الحجر الصحي و يشدونهم مخالفات و يخلص غرامات ولكن المحكمة السورية ستحقق هذا الأمر لذلك يخلص غرامات و يخلص غرامات لأن هذا الحجر يمنع الناس حتى يخلصوا الهواء في طبيعة الحال هذا الشي خلص غرامات في أزمة كبيرة و الضغط عليه كبير و هذا الشي غير قاضي واحد يعني تجمعوا عليها القضاء تعرفوا بأن هذا الشي غير قانوني و هذا القرار الذي كان يخدع بيدرو سانتشيس يعني لم يحتلت لهذا إخواني أخواتي بيدرو سانتشيس رأى أمام القضاء يعني وراه في عد المشكل الكبير و دائما كنقول لكم إخواني أخواتي هذا هو الجزاء اللي كيتحالف مع أعداء الوطن اللي كيتحالف مع بن بطوف اللي كيتحالف مع الجيران السوق اللي كيتحالف مع الجزائر غادي انتقلوا إخواني أخواتي للموضع الثالث أو يعني المحور الثالث وهو إسبانيا كتساوم المغربي يعني ويعتراف مغربية الصعراء مقابل بسبتاوم ليليا بعد ما بيدرو سانتشيس دار تساعدير في الحكومة دياله عفاو أرانشا جونزاليس لايا من المهام دياله و أرانشا كدلك يعني سقدمات الحقيبة ديالها الوزير الجديد وهو السفير الإسباني بفرنسا خصي مانويل الباريس هنا الأمر كيمشو كيتتضح لنا وكيبين بأن بيدرو سانتشيس دار هاد اللعبة باش يحمل مسؤولية الكاملة بأنها هي السبب ديال الأزمة هي السبب الانديلع ديال الأزمة هي اللي خرب قاتل الحكومة هي اللي دارت جميع المشاكل في إسبانيا باش هو يخرج منها باش هو ما يعني ما يتحملش المسؤولي دياله يبان بصورة جيدة أمام العالم يعني هو ما دار حتى شي حاجة وكلف هاد الوزير الجديد يعني خصي مانويل أنه يعني يحسن العلاقات وكاملين يعني اللي كان تابع الأخبار أو اللي كيتابع الأخبار يعني شف تصاريح ديال هاد الوزير الجديد شحال كيمدح في المغرب وشحال قال بأن المغرب صديق صديق وجار ويعني أكبر شريك ولا أكبر حالي في يعني الإسبانيا وكذلك يعني بيدرو سانتشيس خرج كي يهضر بواحد الليونة بواحد ديبلوماسية جديدة بواحد يعني واحد الكلام كيفين بى أنه يعني بغي الصلح يرجاع العلاقات كما كانت يعني يرجاع العلاقات ديبلوماسية اللي مريب الاسبانيا وندركم إخواني أخواتي ي Relayش بيدروسنش كل هاد الشي شنو بغت اسبانيا وإخواني أخواتي كل شي واضح وكل شي باين اسبنيا يقلبوا أن تحسن العلاقات باش الاقتصاد ذيلا يرجع كما كان الإسبانيا حاليا تثمرت المغرب استثناء الموانئة من عملية مرحبا و تشكل فهم مليارات دولار وكذلك خايف الاتفاقية للصيد البحري حيث إخواني أخواتي إسبانيا تأخذ 90% من الصاديرات للصيد البحري وكذلك خايفة إسبانيا و أخذ بغية الصلح و تحسن العلاقات المغربية إسبانيا ولكن لديها الشرط أن المغرب يجب أن يعترف بأن سبتا ومليليا مدينتين إسبانيتين هذا هو الشرط الإسبانيا إذا أعترفوا بمغربية الصحراء يجب أن يعترفوا بأن سبتا ومليليا مدينتين إسبانيتين ويجب أن يعترفوا بأن سبتا ومليليا مدينتين إسبانيتين يعني تصعيد إخواني أخواتي بقى بستمر مستحيل أن المغرب يتنزل على مليليا وعلى سبتا أخواتي سبتا ومليليا مدينتين من الصحراء ودول العظماء التي اعترفت لنا مغربية الصحراء وقد كانت دول أخرى في مغربية الصحراء ولكن الوقت سيأتي لإسبانيا سيأتي لعيش بأيش بأيش بأن سبتا ومليليا ينسى السبتة ومليليا و تلهم على الصحراء ولكن دائما نقول لكم مستحيل مغاربة اخواني اخواتي هذا هو الموضوع نتمنى نعجبكم و نتمنى نعجبكم تحية لكم كبيرا والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته